قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم إن الغارات الإسرائيلية المتواصلة أدت إلى استشهاد 105 فلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السنة في مناطق مختلفة بقطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية وأضافت أن قوات الاحتلال تواصل مدهمة واقتحم مستشفى الأمل ومحاصرة مستشفى ناصر في خان يونس كما تواصل قواته قصفها مستهدفة الكوادر الطبية والمصابين والمرضى وألاف النازحين فيما شرت إلى وصول عدد من الإصابات إلى مستشفى غزة الأوروبي جراء عمليات القصف في محيط المستشفى هذا وأكدت الوزارة أن قوات الاحتلال شنت عشرات الغارات والقصف المدفعي على وسط وغرب خان يونس وبلدتي بني سهيلة وعبسان ومناطق معن والبط السمين والنمساوي وجورة العقادة ترجمة نانسي قنقر